أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في استخدام القوة أو التهديد بها وشددت المملكة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة ولن تتوانى عن التعامل معه بكل حزم وأكدت المملكة السمرار دعمها للشرعية اليمنية بقيادة فخمة الرئيس عبد الربو منصر هادي وحكومته وجهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه والتصدي لانقلاب الميليشيات الحثية الإرهابية ومكافحة التنظيمات الإرهابية الأخرى وقال البيان تتابع المملكة العربية السعودية مستجدات التطورات الأخيرة للأحداث في عدن والمحافظات الجنوبية والمملكة إذ تعرب عن رفضها التام للتصعيد الأخير والمسار الذي اتجهت إليه الأحداث والآثار التي ترتبت عليها وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار فإنها تؤكد على ما تضمنته بياناتها السابقة التي صدرت منذ بداية الأزمة وضرورة استعادة معسكرات ومقرات ومؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية وأن تنخرط الأطراف التي نشب بينها النزاع والحكومة الشرعية في حوار جدة بالمملكة بشكل فوري ودون تأخير وعبرت المملكة عن أسفها لنشوب هذه الفتنة بين الأشقاء في اليمن وأكدت على ضرورة الالتزام التام والفوري وغير المشروط بفضل اشتباك ووقف إطلاق النار وأي انتهاكات أو مارسات تمسوا حياة الشعب اليمني الشقيق ولن تقبل بأي تصعيد عسكري أو فتح معارك جانبية لا يستفيد منها سوى الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا والتنظيمات الأخرى المتمثلة في تنظيمي داعش والقاعدة كما أعلنت المملكة استعدادها لمد يد العون والمساعدة لمن تضرر من هذه الفتنة والإسهام في معالجة المصابين للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم وانطلاقا من دورها التاريخي تجاه الشعب اليمني الشقيق